الزلزولي رد بقوة أخو ماش عجبني أنا لك أخو ماش ما شاء الله والحمد لله قشف عبر القارات من الزلزولي مقابلة ديال اليوم ردت على المشككين في هذا العابة في شيء العابة بحل الزلزولي شوفوا أخو ماش دخول دياله وعطا التيمار دياله وجوها ركس بها المغرب وكسبها فوزي القشع هذا كي تلعب تتيلاش بلاست حكيم جياش وما تخافش لأنه سيدي يدخل ما تقدرش أسعبيرها ما شاء الله وهي البونت اللي جاء به راح يميره واش بدع ليها راح يميره تقول هداف ديال اولمبياد بالتوفيق إن شاء الله وروكور اللي حط معها في المغربي هو هداف اليوم ديال ديال الاخر المهم هذا هو الف مارك المنتخب المغربي ذركت أهل في المركز الأول في المجموعة دياله وهذا اللي كنا نتمنى هو نبعده على فرنسا ذرك اللي نتلعب معدو زيامة في المجموعة سوى أميريكان سوى نيو زيلاند باش يلعبوا معها ان شاء الله هنا في باري المنتخب المغربي يزيد عنده طريق مصار ديالها النهائي ما قاله الإعلام بعد نهاية المواجهة الحاسمة بين المنتخب المغربي الأولمبي ضد المنتخب العراقي وتسأهل للدور الربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريزة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو إليكم التفاصيل ان شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي يكون في المستوى دياله في المقابلة للزوجة سوى أميريكان سوى أنه ستلعب أمام ملعب ممتلئ في سيرتوف بارك ديو برينز و باري و ركوت عارفو أمام ملعب ممتلئ واشتيار التوقيت اللي داره توقيت مع التلقية النهار بن عمي المنتخب فاز سكيتيوي خصوف دوزيان ميته يعرف يجالي لأنه ستلقى مع ماتشات بحلق ذي يكونوا قويين سيرتول أميريكو ماشيهم والعراق يعني نهضروا لا لوجيكو يقوى القدم شروط تاني خاصك تعرف كيف تتعامل معاه وتعرف كيف تتجاريه ومقابلة وحدة عندك مصيرية سوى تقعد سوى تروح ربحت غايت في الدومي فينال تبقى تلعب على الميدالية إن شاء الله بإذن الله على البوديوم نوهو بالحارس المحمدي اللي أدى مقابلة ولا أرواح المحمدي اليوم نقض المنتخب المغربي في واحد لوقيتها كانت قادرة تولي جوجل واحد وتصعاب صحفات زيقوا هذلي لمساكن غادي رقدوا أسر راهم راك دين ما نزيدوا لهمش راهم راك دين هذلي مات را مكربش را ضربة مور ضربة يخليها على الله وصافيت مركوا في عمين